حياكم الله قبل فترة نشرت مقطع واشتباه بالحكم الشارعي حبيت أوضحها وغيرتكم مشاركون فيديو تعمل فائدة لأن هذا لازم يصير التوضيح في صلاة الآيات اللي هي بالخسوف أو الكسوف أو الخسوف صلاة الآيات ركعتين أكون من ضمن الطرق اللي هي خمس ركوعات بخمس صور قصار فعندش قلت وبقتها قلت أنه أول ركعة الحمد وتقرأ وأي صورة صغيرة وتركع وتقوم من الركوع وتقرأ صورة الثانية وهكذا تخلص خمس صور خمس ركوعات هي لا مهج هي نفس الطريقة بس الطريقة الثانية اللي هي الحمد أو الركعة وتقرأ صورة قصيرة نعم تركع وتقوم تقرأ الحمد هم تكررها الحمد مرة وهم صورة ثانية وهم تركع وتقوم تقرأ الحمد يعني صورة الفاتحة وتقرأ صورة ثالثة إلى أن تخلص خمس ركوعات كل ركعة الحمد والصورة قصار وتخلص ركعة الأولى يعني ركعة كاملة وتقوم بركعة الثانية اللي بيها خمس ركعات وقيام نفس الحالة بالذاتة حبيت أوضحها ولوحظاك الفيديو مسحته والاعتماد على هذا الفيديو والله يوفقكم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله محمد